اشتركوا في القناة اول نقص نص درجة او درجة وان شاء الله نتمنى الترمي ده يكون افضل للجميع ودايما الناس اللي كانت بتتابع البرنامج في الترمي الاول حتى حلقة المراجعة النائية يعني لغاية اتفرجوا معنا على حلقة المراجعة النائية الحمد لله كانت الاسئلة اللي قدمناها موضع اسئلة في كثير من المحافظات ونتمنى الترمي ده ان شاء الله يكون افضل وتحرصه على متابعة البرنامج اسبوعية نبدأ الترمي التاني بيونت تين احنا عندنا بنبدأ من اول يونت تين وعندنا الريدر او اللي هي بلاك بيوتي ما ننساش طبعا احنا بناخدها في الترمي التاني عندنا الريدر البلاك بيوتي بنبدأ من شابتر فور يونت تين اللي هندرسها مع بعض النهاردة مهمة جدا على فكرة يعني يمكن المنهج في الترمي التاني بيبدأ بداية قوية شوية يعني السفر من اجل العمل هنعرض مع بعض ونشوف مع بعض وانتناول ايضا بعض نبدأ مع بعض كده ترافلينج فورورك ده الطايتل بتاع اليونت اللي هي السفر من اجل العمل عندنا طبعا هنلاحظ ان اليونت تين بتتكلم كتير على انواع الكطارات وانواع التذاكر السفر ومحطات الكطار وهكذا اللي هو كطار النوم ميتنج وين يكون عندك اجتماع او مقابلة سينوري وات ايز سينوري سامسنج that you see وين you for example تيكا ترين you can see بيوتفول سينوري اللي هي بقى ريفرز فيلدز اللي هي المناظر الطبيعية اللي بشوفها مساء ونا مسافر في الحقول في انهار في بحار واكذا ديستيناشن وات ايز ديستيناشن when you travel from كايرو to luxor so luxor is your destination اللي هي بنقول عليها محطة الوصول الحاجة اللي انا عوصلها في النهاية return tickets طيب احنا عندنا رأى التيكتس انواع return tickets when you go and come back you have return tickets بعمل تسكرة ذهاب وعودة النوع التاني اسمه ايه single ticket when you go and stay يعني لو رحت مكان بقعدت ومش محدد العودة خلاص يبقى دي single ticket لكن اللي انا قلت مثلا i am going to luxor and i will come back next مثلا هرجع لحد الجاي بقى انا بحد دي بقى اجيب return ticket first class first class is the class in the train عندنا الكتار بيبقى درجة اولى درجة تانية شوف مع بعض كده economy class or second class بنقول عليها ايه economy class or second class طب ممكن تجيب جملة ازاي ممكن يقول ايه we don't have or i didn't have enough money or a lot of money so i bought or i poked economy class i didn't have a lot of money so i poked or i bought economy class او ممكن نقول ايبقى درجة تانية عندنا restaurant carriage when you are in the train when you are on the train there is a restaurant carriage بتبقى فيها عربة فيها مطعم suppressed train this is a kind of train which is very fast لما يكون الكتار سريع شوية stopping train this is a slow train ده بقى يعني الكتار بطيء شوية which stops a lot يتوقف كثيرا فعشان كلمة اللي عليه ايه stopping train يعني what is the difference between express train or stopping train express train is very fast but stopping train is slow it stops a lot يعني بيتوقف كثيرا air conditioning when you can say this train is very comfortable it has air conditioning اللي هو تكيف هوا single ticket when you go to a place and stay there for long اما روح مكان وقعد فيه فترة طويلة بني بنوع عليها single ticket يعني احجز تذكرة ذهاب فقط platform what is platform it's a place where the train stops المكان اللي بيتوقف فيه الكتار اسمه ايه platform ونفكر كده الطلبة احنا عندنا كلمة اسمها pavement وعندنا دلوقتي platform طيب what is the difference يمكن اللي اتنين لبا بنترجمه بنقول رصيف ولكن pavement ايه it's a place in the street where people can walk on ده اللي هو مفهول مفهول نمشي عليه في الطريق او في الشارع pavement اللي هو رصيف المشارع طب و platform it's a place for trains ده اللي هو رصيف الكتار او ال underground طبعا المترو عندنا prediction when you predict means that you talk يعني talk about the future لما بتتكلم عن المستقبل وتتنبأ فيه بنقول عليه prediction والفرب بتاعها predict يا تنبأ journey it's a long trip اللي هي اللي رحلة طويلة midday midday اللي هو منتصف اليوم decision we can say clever people make good decision deliver people make good decision يعني مولي اتخذ قرار make decision arrange 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 to arrange for arrange to plus infinity arrange for plus noun or ing نقبلنا بالحاجات البسيطة اللي في الجرامة لما اقول arrange to يعني رتبت اني مثلا I arranged it to meet احمد لما 200 لكن امولي I arranged it for traveling arrange arrange for the party شب مع بعض كده passenger what is a passenger it's people who take bus or train or a taxi passenger people who take train bus or metro اللي هو الركاب distance والنوام بتاع ايه distance يعني حاجة بعيدة distance اللي هي المسافة condensation معناها ايه بقى condensation اللي هي turning water into steam اللي احاول المية البخار يبقى دي evaporation احاول او ارجع البخار المية لماء تاني يبقى دي اسمها condensation crowded equals busy when you can you can say this street is very crowded it has a lot of people and the cars اللي هي بتساوي بيزي يعني مستحم coach طب احنا في كلنا coach بنستخدمها اللي هو someone who is responsible for a team اللي بيبقى مسؤول عن الفريق in any sport ما في اي رياضة بنقول عليه coach اللي هو المدير الفني لكن عندنا coach اللي هي معنى اخر اللي هي a big bus اللي هي الحافلات الكبيرة بقى اللي هي ممكن تنتقل بها من مدينة لمدينة او من بلد لبلد ticket office for example i went to the ticket office to buy a ticket اللي هو بشتري منه تذاكر railway is the place where there are trains اللي هو محطة السكك الحديدية كده يبقى احنا قدمنا يعني a lot of vocabulary لانها طبعا مهم جدا ان اتعرف على الكلمات عشان اقدر اتعامل مع سؤال choose وسؤال rewrite ننتقل لنقطة اخرى اللي هي the expressions and preposition التعبيرات بقى الهمة وحروف الجر اللي انا قلنا عليها دايما بيتبقى تركيب من فعل واسم او فعل وحرف جر او حرف او صفة مع حرف جر عندنا pick a ticket pick a ticket اللي هيحجز do a quiz يعني answer a quiz اللي هيجيبك اختبار a problem with زي ما تقول i have a problem with مثلا my printer اللي عندي مشكلة فيه go on a journey go on a journey لما قول اروح رحلة get ready you can get ready for استعد late for when you say i was late for school so the teacher was angry in 15 minutes time in 15 minutes time لما قول خلال ربع ساعة in 15 minutes time نكمل مع بعض book online it means that you use the internet to book a ticket or book a room and so on book online يحجز عن طريق الانترنت put down the bed نحن عابلين نحن عندنا زي ما قلنا النهاردة كلمة sleeper terrain sleeper terrain ده اللي هو قطار النوم طبعا some people take sleeper terrain to go from a place to a distant place دائما يعني ما بيكون فيه مسافة بعيدة فالسليبر terrain there are beds بما فيه اسرة أو سرائر فلما قول put down the beds يعني بيفرد الاسرة it's fun it's fun plus ING زي ما تقول it's fun going to the museum it's fun watching football matches and so on on its way to on its way to زي ما تتقول this bus passes مثلا كيرو on its way to Alexander يعني في طريقه إلى arrange four قلنا arrange four بيجي بعدها نون or ING لكن arrange two بيجي بعدها infinitive prepare four زي ما تتقول مثلا we prepared for my first day party prepare four يعني يعني مواحد يجهز حاجة عشان حاجة prepare for my first day party جهزت العيد ميلادي take time زي ما انت بس هنتقولي the journey to us one took ten hours the journey to us one took three hours يلي هي استغرقت spend money i spend money on sweet كده قلنا اللي هي ال ويريت نحفز كل الحاجات دي عشان مهمة جدا جدا مش مجرد ان انا احفز اللي بس ننتقل بقى الحاجة مهمة كنا بنركز عليها في الترم الاول اللي هي وطبع احنا شفنا خلاص بقى عندنا خبرة دلوقتي السؤال بتاع السؤال التاني في الامتحان اللي هو بيطلب مني ان انا اقول الرد المناسب للموقف اللي هو بيقول لي عليه طب الدرس اللي هندرسه ايه انا دلوقتي باينج اند بوكينج اترين تيكت اللي هو الموقف اللي ممكن اتحط فيه لو انا رايح ههجز تذكرة لسفر او اشتري تذكرة الحوار بيدور بين الكليرك والايه والباسنجر او الاسيستنت والباسنجر اللي هو الراكب مع الموظف كان اي بوك اسنجل او ريتيرن تيكت تو مسلا لوكسور بليز ده لما يقول واحد رايح يهجز تذكرة بيقول كده كان اي بوك اسنجل او كان اي بوك اريتيرن تيكت تو مسلا اسوان بليز طب يا ترى الكليرك يرد بيقول ايه في الموقف ده عشان عايزين نعرف برضو السؤال والاجابة ممكن يقول لك ييس اوف كورس ييس شور طيب سؤال اخر مين بقى اللي ممكن يقول كده الاسيستنت الموظف يقول لك عايز درجة اولى لما تحب بتعرف المدة اللي هيستغرقها الشيء ممكن اقول طب الاجابة ايه مثلا اقول ايه تيكس سري اوارز اي تيكس فايف اوارز وهكذا لنبقى هاو لونج داز ايكس بري ستري لو احب بعرف الكوست او التكلفه بقول هاو ماتش اسات او هاو ماتش اسات او هاو ماتش دازت كوست او هاو ماتش اسات الاجابة بتقول ايه مثلا 100 باونز لو انا حبي تعرف الرصيف اللي يتحرك منه الكتار بقول could you tell me which platform the train leaves from? could you tell me which platform the train leaves from? وطبعا في الحادقة دي الاسيستنت يقول لي ايه? مسلا platform three platform five وكزا. مهم جدا جدا ان انا اذاكر لان بتساعدني في سؤال ال complete او finish the following dialog وايضا بتساعدني في سؤال ننتقل الى نقطة اخرى في اليونت عندنا اللي هي بتعلونة مهمة جدا جدا. احنا عارفين عندنا حاجة اسمها المستقبل. في الانجلش ممكن استخدم اكتر من زمن او اكتر من عشان اتكلم على عندنا وعندنا 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 كل دول ممكن اعبر بهم عن المستقبل. طب what are the differences between all these forms? يا طرق الفرق نشوف كده مع بعض. اول حاجة طبعا بيجي بعدها مصدر. استخداماتها. quick decisions لما اخد كرار سريع زي. I am hungry. I think I will have a meal. الموحد اقول انا جعان هاجيب اكل. دي كرار مش مترتب. حاجة تانية مهمة جدا. prediction without evidence. prediction يعني تنبؤ من غير دليل. يعني ايه تنبؤ? يعني ايه بتققع مسلا ان بكرة الدنيا تبقى مطرة. او ان الجو يبقى حار. بس ما عنديش في الجملة evidence. مفيش دليل. استخدام. زي. I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. ناخد بلنا من will rain. يعني واحد بقول اعطاك للدنيا هتمطر. ما يقولش it's going to rain. لان ما فيش دليل. طيب promise. when you promise someone to do something. لما تدي وعد الحد بتستخدم will. زي. I will call you when I arrive at the hotel. لما تقوله احدها اول ما اوصل هكلمك. I will call you when I arrive at the hotel. او او لما مسلا your dad tells you I will buy you a new mobile when you succeed. لما باباك يحب يعني يشجعك يقولك هجب لك موبايل لما تنجى. يبقى بيوعيدك. شوف حاجة تانية. when you offer to do something. لما بتعرض على حد حاجة. I will help you with your homework. لما مامتك تقولك. I will help you with your homework. او لما انت تعرض على اخوك الصغير. I will help you. don't worry. I will help you. هساعدك. future factors. كل ده احنا بنقول استخدامات will. الحقيقة المستقبلية المتعلقة بحاجات ثابتة زي العمر. زي ما انت تقول next year I will be 16. سنة الجاية عندي 16. اقول I will be. ما قدش I am going to be. ليه? عشان دي حقيقة للمستقبل. مش خطة اونية. دي حقيقة. فباستخدم will be. will plus infinity. request when you request or when you demand. لما اطلب من حد شيء استخدم will. زي will you lend me your book please. لو انت بس عايز استلف كتاب من حد تقوله will you lend me. طبعا اللين دي يعني سلفني. كل دي استخدامات لإيه? لول. طب ننتقل بقى لجوينج تو. نشوف مع بعض جوينج تو. جوينج تو باستخدمها لإيه? اول حاجة الفورم بتاعها ازاي? يعني ازاي استخدم جوينج تو عشان بقى قدمنا كل حاجة. السوبجيكت بعدها ام از ار بلاس جوينج تو بلاس داتا كوينج تو. لازم يبقى قبلها ام و از ار وبعدها المزة. بستخدمها اهم نقطة. to predict with evidence. عكس will. هنا بستنتج وعندي دليل في الجملة. will كنت بستنتج بس من غير دليل. زي? there are a lot of clouds in the sky. لما واحده للدنيا مغيمة او في صحب كتير. it's going to rain. فبقولها الدنيا هتمطر. وعلى فكرة ممكن تيجي. it's going to rain. it's going to rain. لان بعض الناس بقولوا ان think بتيجي مع will. لا. هو الفكرة مش في think. الفكرة في evidence في الدليل. لو عندي evidence استخدم going to. لو مفيش استخدم will. رغم وجود think في الحالتين. يعني احنا مش شوية قلنا ايه? i think it will rain. قلنا i think it will rain. عشان مفيش دليل. دلوقتي بقول there are a lot of clouds. ده كده دليل. ممكن نقول i think it's going to rain. طيب نشوف استخدام تاني. في future plans. لما تكون عندك خطة للمستقبل. بس على شرط بقى ما كنتش عامل ترتيب واقعي. ممكن حد يعني يعني حبي فهمها قطر. يعني لو انا مسلا هسافر او عندي نية انه سافر بس محجزتش تذكرة يبقى استخدم going to. عندي نية ان انا مسلا اه اه اسافر بس محجزتش غرفة في فندق يبقى استخدم going to. انما لو عملت الحجزة او الاستعداد يبقى ده زمن المضارع المستمرين اناقوله كمان شوية. يبقى زي. هنا بقول انا هزور عمل يعني دي مجرد بلان او انتنشن نية او خطة. او look out the boy is going to fall down. طب دي ايه بقى? دي عبارة عن شيء على وشك الحدوث. يعني لو انا قدامي شيء وشايف انه على وشك انه يحصل اقول look out the boy is going to fall down. يعني انا اقول اخلي بالك الولد هيقع هيقع. يبقى ده في حاجة على وشك الحدوث. يبقى going to باستخدمها لما تنبق بدليل او عندي خطة او نية للمستمر او شيء على وشك الحدوث. طيب بعد كده عندنا ال present continuous اللي هو المضارع المستمر الفورن بتاعه احنا عارفين من زمان. استخدامه في و هنا بقى الحتة اللي احيانا بعض الطلبة بيتلغبطوا شوية بينها انه بيبقى في بالذات محتر يستخدم اه اقول حتة مهمة. لو في اجراء او ترتيب واقعي زي حاجز تذكرة او حاجة زي كده استخدم ال present continuous اللي هو ام از ار اين جي. زي ايام ترافلينج ايام فيزيتينج ايام باينج وهكذا. لكن لو مجرد خطة فقط او نية استخدم زي ما اقول بس ما اعملتش ترتيب او اجراء في الواقع. نشوف كده مثال على الفيوتر. وي ار ترافلينج تولوكسور نيكست مانس. طب نشوف بقى الجملة بقيتها بيقول ايه? ماي داد هز بود زا تيكت. يعني انا بابايا اشترى التزاكر. طب انا ما اشترى التزاكر يبقى ده بريزنت يعني ايه بريزنت بريباريشن استعداد في الحاضر. علشان الشيء يحدث ونستقبل يبقى استخدم ايه? البرزنت كونتينيوس. وطبع عندنا نوي ار ترافلينج. ار ترافلينج. ده مدرع مستمرة مش جوينج توم. علشان فيه ترتيب اقول له هو ماي داد هزبوط. ايام دينج اتست نيكست ماندين. لو الشيء محدد له موعد بستخدم المدرع المستمرة. زي ما واحد قولي عندي امتحانات الاسبوع الجاية او الاتنين الجاية. ايام دينج اتست نيكست ماندين. طيب. الزمن الرابع اللي بنعبر بيه عن المستقبل هو البرزنت سيمبل. طبع. البرزنت سيمبل بنستخدمه ازاي? اي يو وي زي. والبلورال ناوين مع الانفينيتم. وهي وشي. وهي وشي وات والسينجولار ناو بنستخدمه مع الاس او اس. طب البرزنت سيمبل بستخدمه المستقبل ليه? لما اتكلم عن الطايم تيبل. جداول المواعيد المحددة. زي زا ترين ليفز. ناخد بالنا من ليفز فيها اسا عشان ترين مفرد. ده كده موعد محدد. القطر بيباليه معيات. وين داز زا بس ارايف لما اقول لك البوتو بيس هيوسة لانت بس تقوله ات ارايفز ات سيكس بي ام. زال لايبري كلوز ات فور كلاك بليز هاري. لما قلوها ده المكتبة بتقفل الساعة كزا. واقول له اسرع. دي كلها موعيد ايه? محددة. الاكسرسايز اللي عندنا الوقت فنش زافولون جداول. امان اسبايينج اتيكت. ات اتريني ستيشن مان. جو مورنين. السباس. تو لوكسر. انه اقلوا يقول له ايه? كان اي بوك اتيكت تو لوكسر بليز. اقول له ممكن نحجز تذكرة. فالاسستانتلو تولوكسر. اوف كورس. في سؤال قال له اريترني بليز. يبقى هو قال له ايه? ودو لائك سينجل اريترن. يعني عايز تذكرة الزهاب ولا الزهاب وعودة. قال له اريترني بليز ام كمينج باك انا ارجع يوم بالتلاب. في سؤال هو قاله له فقاله يعني قوله القطرة يتحرك من رصيف اتنين يبقى هو قاله ايه. اللي احنا تعلمناه في اللانجوج فانكشن. هيقوله ايه. سينكيو بي ماتش سينكيو بي ماتش. يا ابناء العزاء نهارده قدمنا لكي يون tecn قدمنا الله. قدمنا ال situations قدمنا ال grammar المهم جدا بتاع ايضا قدمنا لكي اكسرسيز على بوكينج تيكت. دي ستونس اي هوب ي انجيد اوار ابوسوى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة